بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد والعليه واصحابيه اجمعين عندنا النهاردة هنعمل كبدة الفراغ بشكل مختلف كبدة الفراغ ليها طرق كتير كنت عملتها معاك وقبل كده المزليكة عندنا فيديو المزليكة حلو جدا نبقى شوفوه هيعجبكم جدا وهسيبه لكم في المقترحات هنا عندي كبدة الفراغ غسلتها كويس جدا وحطيت عليها معلقة من دبس الرمون ومعلقة صغيرة من التوم البودر وفلفل اصمر وحطيت كمان معلقة صغيرة من الحبهان وهحط عليها الملح هتبّلها في التدبيلة دي كده واسيبها شوية هعصر طبعا عليها لمون وهحط عليها كمان توم مفروم هفرم عليها الطوم زي ما انتو شايفين بالشكل ده كده وهقلب كل المكونات بتاعتي والتدبيلة دي طحفة جربوها هتعجبكم جدا دبس الرمون بيديها تستعلي قوي قوي حلوة جربوها ولو مش متواجد عندك دبس الرمون ممكن تحط معلقة من العسل الاسود مع عصرة لمون هتبقى برضو حلوة جدا جربت تدبيلة دي وقولي لي رأيك في الكومنتات خلاص قلبت كل التدبيلة فيها زي ما انتو شايفين كده هسيبها بقى لمدة ساعة ساعتين حسب الوقت اللي عندك وحسب ما انت هتشتغلي بس ضروري ان انت تسيبيها في التدبيلة حوالي ساعة او حاجة علشان تبقى فيها من كل التدبيلة جبت هنا عيدان الشيشة ووك زي ما انتو شايفين كده ونقعتها في مياه علشان ما تطبعا انا هدخلها الفرن علشان ما تتحرقش وهشبك فيها الكبدة زي ما انتو شايفين كده مش هتنفع عود واحد لا خليه اتنين علشان الكبدة هتبقى محملة على العيدان فتبقى مسكة نفسها زي ما انتو شايفين كده وحاول اتدخليها لجوه شوية علشان لما تحطيها على صانية زي ما انا حطاها كده يبقى في مكان ان انت تسنديها حطيتها في الصانية زي ما انتو شايفين كده وعملت القلوب كمان وهجيب بقى مياه عادية جدا ما فيهاش اي حاجة مياه من الحنفية زي ما بتقول وبعدين هحطها في الصانية زي ما انتو شايفين كده وبعدين هنزل عليها التدبيلة بتاعة الكبدة اللي انا متبليها انا حطة مياه كده علشان الكبدة ما تنشفش هنحطها بقى في الفرن ومن وقت للتاني هنطلحها ونرش عليها شوية من التدبيلة بتاعتها ونقلبها الناحية التانية وغطيها اه بال غطيها بالفويل علشان ما تنشفش على ما تستن جبت هنا الاوانس بتاعتي طبعا غسلتها كويس جدا وكمان سلقتها وخلاص استوت معي ونكهتها بالتوابل وكل حاجة وجبتها قطعتها بالشكل اللي انتو شايفينه ده وجبت معيها 3 اربع فصوص من التوم هقطعهم كبير علشان انا هرجع عشلهم انا هاخد رحيتهم وارجع عشلهم هحط عليها بقى معلقة كمان من السمنة وعليها رشة فلفل صغيرة طبعا انا مديها الملح بتاعها ومديها كل حاجة ولكن هديها تشويحة كده على النار علشان يعني تبقى رحيتها حلوة كده مع الفلفل الاصنر ومع التوم هنعمل ايه؟ هنعمل رز المعمر انا كنت عملت معاكم الرز المعمر قبل كده وقدمت معاه البفتيك هسيبلكو برضو اللينك الفيديو في الفيديوهات المقترحة او في صندوق الوصف جبت هنا كبايتين ونص من الرز حطيت عليهم معلقة سمنة بلد كبيرة حلوة كده وحطيت عليهم الملح وضروري ما تقطريش الملح علشان الرز المعمر بتاعك يبقى طعمه حلو ومش مستحب انه هو الملح بتاعه ويبقى زي الرز العادي يعني لأ علشان يبقى رز بالقشتة كده طالع تحفة مش لازم تقطري الملح حطيت مكعبين من الزبدة وجبت هنا الاوانس بتاعتي واستبعدت خالص الطوم وحطيت الاوانس بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده وهقلبها مع الرز المعمر تقدري تستبدليها بقى ممكن كتع فراخ ممكن مثلا لحمة ولا حاجة ولكن انا حبيت النهاردة ان انا عملها اعمل الطاجن ده معاكو بالاوانس وبعدين نبقى نعمله بحاجات تانية كتير ان شاء الله بس لو لسه مكملة معايا اعملي لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن هنا بقى انا عندي لبن غلياة ومخلياة كده وهدخلهم الفرن هنسوي الرز المعمر ازاي علشان يطلع معاكي ناجح ومكتوم ويستوي من جوه الطريقة دي ماما عرفت هاني واختي شمس عرفت هاني ابقى زوره كانات مطبخ شمس هتستفيدوا برضو كتير هسويه ازاي هشغل الفرن بتاعتي من تحت ومن فوق وبعدين قبل ما دخل الرز هطف من تحت وهشغل عليه الشوية واول ما ياخد وش خلاص هقفل من فوق وهشغل عليه من تحت واسيبه يستوي وخطوة كمان اكتمل رز بتاعك حط عليه ورقة الفويل علشان الوش بتاعه ما ينشفش وعلشان يتكتم ويستوي من جوه خلاص الخطوة دي حلوة جدا القشطة هتسيح على وش الروز بتاعك وهتعمل طبقة كده هتكتم يعني هتعمل غلاف كده يكتم الرز فهيستوي معاك وكمان اللبن مش هيفور ويقع في الفرن ويبهدل الدنيا وكمان الوش بتاعه يضيع هنا بقى هعمل رز معمر بس من غير اي حاجة يعني سيدة كده طحفة زي ما انتوا شايفين كده اعملتوا بنفس الطريقة احطيت الملح بتاعه وحطيت السمنة وحطيت الزبدة وهوزع على الوش الاشتة بتاعته وزعي بقى الاشتة يعني ايه اللي هو في كل حتة علشان يطلع فيه الاشتة تبقى مغطية كل اللي توجم بتاعك من فوق ويطلع معاك شكله حلو واخد لون كويس عايز اقول لكم كان طعم حلو جدا ومشاء الله يعني بسم الله مشاء الله عجب زوجي جدا وعجب الولاد جربوه بالطريقة دي هيعجبكم وزعي بقى الاشتة بتاعتك كده في كل حتة وعملي بالمعلقة كده اللي هو علشان اللبن يبقى واصل لتحت وحطيه في الفرن زي ما انا قلتلك بنفس الطريقة السوى كده هيعجبك جدا عملت ايه كمان قطعت بطاطس رفيعة خالص عشان انا عايزها تبقى مقرمشة وحطيت عليها معلقة من الخل وحطيت ملح وحطيت معلقة من الكركم علشان يديها لون اصفر هسيبهم على جنب شوية وبعدين ارجع حمره الرز المعمر تلع من الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده طحفة واخد لون حلو قوي ومكتوم ومستوي حلو جدا من جوا والطاجن اللي هو السادة ده معرفش تلعيت له وحمة في الفرن زي ما انتوا شايفين كده الكبدة كمان استويت وبقى شكلها حلو زي ما انتوا شايفين كده وطريقة مختلفة اختبريها حاول يعني وهي في الفرن عايزة تختبريها استويت ولا لأ شديها كده من عدان الشيش كده لو لقيتها لسه من جوا طريقة هتسيب اثر دم او حاجة في الخشب بتاع الشيش ده يبقى لسه زي ما قلتلك حط عليها ورقة فويل علشان ما تسودش وما تنشفش وزي ما انتوا شايفين كده طلع شكلها تحفة وكمان طعمها حلو جدا جربي التدبيلة دي هتعجبك وطاجن الرز شكله تحفة وطعمه كمان تحفة جدا جربوه وقولولي رأيكو في الكومنتات كنت عاملة الرز المعمر معاكو قبل كده هسيب لكم اللينك بتاع بتاع الفيديو معايا مع الفيديو ده في صندوق الوصفة او في الفيديوهات المقترحة فوق وكنت مقدمة معايا البفتي لو اول مرة تشوفي قناتي هستنيك تشتركي في القناة لو اول مرة تشوفيني وكمان فعل الجرس واعملي اللايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن الرز بتاعنا تلع مستوي من جوه وقلبه طحفة قدمته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وقدمت البطاطس بالشكل ده ودي كانت طريقتي ويا رب تعجبكو كنت معاكم من قناتي ومطبخي منشز لي اشوفوا شوكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة